فإذا حبا إيه طيب شو اللي ممكن نتعلم من هذا الوباء اللي حدث بتعلم أنا بالنسبة إليه إنه الله هو وحده إله السيادة والسلطان والكلمة الأخيرة يحدث ما يحدث أنا بالنسبة إليه عيني على الرب بكورونا وغير كورونا بننضلنا نمجد الرب عيني على الرب وعندي قناعة إنه الله هو سيد الأحداث والمواقف وإنه الكلمة الأخيرة لإله هو إله السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة الناس شيء تاني تخلينا أفكر وليس عجبا أحبائي إحنا مش بنتكلم على دبابات ولا أسلحة نووية أو هايدروجينية ولا بنتكلم على طيران أو غوصات ولا مما يعني صواريخ إلى آخره إحنا متكلم على فيروس وعشان تشوف الفيروس أنا لا أعرفش قديش أنا لا أفهمش بالعلم يعني لازم تكبره بحجم كبير حتى تشوف هذا الفيروس وليس عجبا أحباء هذا الفيروس الصغير جعل العالم كله في الارتباك وفي الخسرات في الأرواح وفي الاقتصاد أيضا ولو لهالدرجة الإنسان هيك صار رخيص يعني معقول أحبائي فيروس صغير يعمل عماله يعني في الموضوع معه يعني صارت حوالي أربع ملايين تقريبا والعدد عم بتزيد اللي مات وغير الاقتصاد في التريليونز في التريليونات يعني أرقام صعبة حتى نحسبها ولا نعدها معقول طب إحنا مش بتتكلم يعني على الضرب من الجو ومن الأرض ومن البحر إحنا نتكلم على شيء غير مرئي اللي اللي فعلا أرعب كل العالم يا على عظمة الإنسان يعني عندي صديق بعرفش كان بيتمرن بنتمرن مع بعض شخص يعني طويل عريض عضلات مفتول العضلات وقوي جدا بعرفش جاءت الجرثومة هالحاكي من أكم سنة بسموا جرثومة 24 ساعة أنا ما بهم فهم شو هي الجرثومة بس 24 ساعة فعلا مات هذا اللي كان ولو يعني فإذا إنه كل إنسان معرض يعني والدنيا بطل فيها أمان بصراحة كل الأمان إنه عينك على الرب وإنك تفكر في أبديتك هاي الحياة ما هي شايفة شو بتسوى إنه واحد بيكون بعز شباب بوم راح بسبب جرثومة مش شايفينها